اكثر من عشرين اتفاقية تشملوا قطاعات استراتيجية تم التوقيع عليها اجتماع هام لرجال ونساء العمال من يمثلون عصب الاستثمار في المغرب واسبانيا وبين هذا وذاك ارادة سياسية حقيقية على ان تكون المملكة الجسر الرابط ما بين القارتين الافريقية والاوروبية هذا غيظ من فيد لنتاج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي احتضنتها العاصمة الرباط لتشكل تنزيلا فعليا لخارطة الطريقة التي اشرف عليها العهل المغربية الملك محمد السادس في ابريل الماضي رفقة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز واذا عهد جديد يرسم المستقبل لجارين تجمعهما ملفات نقاط التلاقي فيها اكثر من الفراق ووفقا لسياسة رابح رابح على اساس الطموح والوضوح اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ملف خاص وفيها تفاصيل التفاصيل الخاصة باللقاء رفع المستوى بين الحكومتين المغربية والاسبانية يحضر معي في الاستوديو الدكتور الشرقوي روداني الخبير في الشؤون الامنية والاستراتيجية اهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا وشكرا عن الدعوة ترحيب موصول ايضا بالدكتور الحسن عقرطة الخبير والبحث في العلاقات الدولية اهلا ومرحبا بك سهلا اهلا وسهلا لأستاذ نوفل وتحية لزميلنا المستوى الشرقوي اهلا ومرحبا بكم احبب دائما ان اقف عند الكلمات عند المفاهيم والمصطلحات لانها ربما تفسر النوايا ولكن ايضا الرؤى المستقبلية سانشيز لم يتحدث اتباطا هكذا اولا عن المكالمة الملكية التي سبقت وصولها للعاصمة الرباط بساعة رحب بدعوة الملك محمد السادس وسيلبيها دعا رئيس الحكومة عزيز اخنوش بصديقي العزيز شكر حفاوة الاستقبال في الرباط الجميلة كما وصفها قال ايضا بان اللقاء تاريخي ليس فقط لانه ينعقد بعد ثماني سنوات من الغياب ولكن لانه هناك وعي ومسئولية هذه المصطلحات تؤكد الارادة السياسية الاسبانية اليوم ولكن تؤكد ايضا معرفة الاسبان بالمملكة المغربية اين هي وإلينا وصلت هو لا بد اليوم وراء الكلمات دائما هناك شعور برؤية خاصة بين بلدين مهمين كما قال احد الاسبانيين داتا يومي انزو غازيس قال بان المغرب واسبانيا نصفان من وحدة جيوسياسية مشترك وبالتالي اعتقد بان اليوم هناك المغرب واسبانيا يقومان بتطوير استراتيجية جغرافية مرتبطة بتاريخهما المشترك وبهويتهما كذلك المشتركة على اعتبار المجال المتوسطي والمجال الاطلسي الذي يجمعهما وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن العلاقات المغربية الاسبانية لا بد بالتذكير وكذلك بالشعور بقوة هذه الكلمات لان ما وراء الكلمات هناك تعبير جيوسياسي تعبير سياسي وتعبير استراتيجي على اعتبار ان هناك توجه اليوم داخل اسبانيا لفتح صفحة جديدة مع الرباط على اعتبار بان الرباط دائما كانت هي صلة الوصل الرباط على المستوى الجيوسياسي هي ذات اهمية كبرى بالنسبة لاسبانيا لانها صلة الوصل بين العالم العربي والعالم الغربي والقرى الافريقية والعالم الغربي وبالتالي اسبانيا صومعت حسان مع الخرالده في اسبانيا مع الكتبية في مراكش لا بعد حضاري بعد حضاري عندما تم تأسيس ما يسمى بالعقيدة القومية المبنية على الرؤية الثلاثية لاسبانيا من طرف الجنرال الفونسو نودال قال بان لاسبانيا رؤية مرتبطة بما يسمى كما يقول سبايكمان بالكخواصان اكسترير او الهلال الخارجي المرتبط الريم لند والريم لند بالنسبة له هو التوجه نحو استراتيجية محيطة مرتبطة بالبحار ودائما كانت ما يسمى بلا كاريرا دي اندياس التي جعلت اسبانيا قوة يعني في القرون السابقة كانت تمر عبر المملكة المغربية نحو افريقيا وبالتالي نحو امريكا اللاتينية في العقائد المؤسسة للاسبانيا هناك البناء مع الجار الجنوبي للضفة المتوسطية وهو المملكة المغربية وهناك كان دائما رؤية في التحالف مع البرتغال ثم كذلك محاولة التمكن من رفع التحديات منطقة يعني غرب المتوسطة مرورا بجبل طارق وبالتالي نارى في العقيدة الجيوسياسية لاسبانيا دائما الرباط كان لها دور محوري ومركزي في ترتيب أي استراتيجية خارجية لإسبانيا دعني أقول الكلمة مهمة جدا عندما اليوم نتكلم هناك بعض الخبراء الاستراتيجيين داخل إسبانيا حتى في معهد رايل إنستيتو الكانا قالوا بأن اليوم حتى صناعة ما يسمى الاتحاد الأوروبي ودخول إسبانيا كان خطأ جيوسياسي كبير لماذا؟ لأن من مادريد إلى باريس هناك 1200 كيلومتر من مادريد إلى لندن هناك 2300 كيلومتر من مادريد نحو بيرلان هناك 2700 كيلومتر ومن مادريد نحو فرانكفورت هناك 2500 كيلومتر ولكن من مادريد إلى الرباط 13 كيلومتر شكرا شكرا لك وبالتالي أهمية الرباط بالنسبة للتصور الاستراتيجي لإسبانيا هي عمق استراتيجي لإسبانيا كما يقول الإسبان وسأقتبس من كلام الأستاذ الروداني ومقاله أيضا سيد بيدرو سانشيس في كلمته خلال اجتماعات لجنة المشتركة العلاقة نأخذها بوعي وبحس كبير بالمسؤولية ولكنها تتجاوز بعد الجوار أي أن الجوار نعم حاضر القيم المشتركة حاضرة ولكن هناك رؤية مستقبلية وهذا ما أكدته الاتفاقيات التي تعدت العشرين اتفاقية والتي فيها جزء يسير وكبير جدا يذهب إلى بعد استراتيجي بعيد المدى في الطاقة في الطاقات المتجددة في المياه في أمور كثيرة جدا فيها قواسم مشتركة تجمع ما بين مدريد والرباط مرحلة جديدة ولكنها مرحلة لعهد جديد فيه المصالح المشتركة للشعبين كما قال سانشيس وقال أيضا رئيس الحكومة وكما نصت عليه خالطة الطريق من أجل غد أفضل بكل ما تخلقه فرص الاستثمار الهائلة بين البلدين أستاذ الأقرد أتفق معك أستاذ نوفر مع الأستاذ الشرقاوي نحن أمام مشهد جديد بكل صراح هو مشهد إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة ككل وبالعودة إلى استراتيجية الجغرافية هذا تحديد مهم على اعتبار أن هناك الآن إعادة تموضع للمملكة الإسبانية فيما يتعلق بالتغيرات والتحولات التي تعرفها المنطقة ككل إعادة تموضع هذه مرتبطة بالضغوطات التي تمارس على الدول الأوروبية على الاقتصادات الأوروبية تسارع الأحداث على المستوى الأوروبي وهو ينذر بالعودة إلى المشاريع القومية العودة إلى المشاريع الوطنية العودة إلى العصبية الوطنية على اعتبار أن أمام هذه الأزمات الاقتصادية هناك صعود بطبيعة الحال لطيارات راديكالية إسبانيا لها الامتياز التاريخي فيما يتعلق بتموقعها على المستوى هذه المنطقة وفي كون أن الإمبراطورية الإسبانية المتعاقبة كانت دائما كان البحر الأبيض المتوسط هو قلب الجغرافية السياسية خلال تلك المراحل وبالتالي في نظري سانشيز هو حريص جدا وينبغي الإقرار على أن هذه الحكومة الحالية هي حريصة جدا هي ملتزمة جدا هي لدرجة أن سانشيز استعار الكلمات التي استعملها صاحب الجلالة في خطاب عشرين غوش لسنة 2021 حينما تحدث عن الوضوح عن الاحترام عن الشفافية حينما تحدث عن الجوار بمعنى أن سانشيز هو يدرك الخطأ الجسيم الذي حدث خلال سنة بداية سنة 2020 والمرتبط بزيارة زعيم جبهة البوليزاريو وبالتالي هناك إدراك هناك وعي لدى هذه الحكومة أولا بضرورة إخراج قضية القضية الرئيسية للمملكة المغربية قضية صحراء المغربية إخراجها من الصراع السياسي الداخلي ومن الصراع الانتخابي الداخلي على اعتبار أنها ظلت لمدة طويلة حجرة عطرة أمام الانتقال بالعلاقة التاريخية بين المملكة المغربية إلى مستوى إلى البعد الاستراتيجي وبالتالي الحكومة سانشيز إلى جانب المملكة المغربية يلعباني الآن دور كما قلت في إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي والجيوسياسي على المستوى المنطقة يدركون هذه التحولات يدركون المخاطر المرتبطة بالإرهاب المرتبطة بالأمن المرتبطة بالتحالفات الاقتصادية الناشئة هي تحت ضغط الأزمة الغداء وأزمة الطاقة هي تحت ضغط الابتزاز الذي يمارس من جهة أخرى فيما يتعلق بالحاجات الأوروبية الملحة وبالتالي عشرين اتفاقية بطبيعة الحال هي تنخرط في بناء هذا البعد الاستراتيجي الذي أقول على أنه لا يرتبط فقط بالاقتصاد الإسباني أو الاقتصاد المغربي بل يرتبط أكثر من ذلك هناك توجه في نظري لبناء تحالف استراتيجي وإن كانت دول تتحاشى الحديث عن التحالف استراتيجي لأنه حتى لا تقلق الدول المنورة هناك حديث عن الشراكة عوضة التحالف أو الحلف الاستراتيجي الشراكة الاقتصادية لأن الحديث عن الشراكة الاقتصادية وحتى الشراكة السياسية يبتعد الجانب الأمني الجانب العسكري والجانب المرتبط بمشاريع لهذه الدول وبالتالي في نظري هذه محطة جديدة بعد محطة أبريل سيكون لها مبعدها أكيد وأيضا اليوم حين نقول بأنه هناك وفد وزاري هام وهم جدا مع بيترو سانشيز يمثلون قطاعات متعددة ونقول بأن ربما في كل أزمة فرصة وهذا ما حدث مع إسبانيا سيكون هناك استغلال لهذه الفرص التي تتيحها المملكة المغربية ولكن أيضا المملكة الإسبانية حين تقول بأن هناك منتدى الأعمال المغربي الإسباني برجال ونساء الأعمال من إسبانيا والمغرب للبحث عن الفرص الواعدة للاستثمار ما بين البلدين نقول بأن هناك حضور لوزير الداخلية الإسباني الذي التقى نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت حتى يعني الوزراء الذين ينتمون لقطاعات استراتيجية محضة كالقطاع الطاقة وما أدرك ما الطاقة التي تخلق اليوم حربا داخل الاتحاد الأوروبي وانقسامات بالجملة كل هذه الأمور تعبر عن إرادة حقيقية لأبعاد استراتيجية ليست آنية مناسباتية تمثل حكومة اشتراكية تسيطر على المشهد السياسي في إسبانيا بمعنى آخر أن انقسامات المشهد السياسي مع أو ضد اليوم هي أمام دولة بكل ما تحمل الكلمة تقيم شراكة استراتيجية مع أولى جارة وتريدها أن تكون جسرها العابة نحو القارة الأفريقية بما للمملكة من حضور وزن في هذه القارة أعتقد اليوم أن ما يقع في هذه أسميه جيل جديد في العلاقات المغربية الإسبانية من خلال توافقات استراتيجية وكذلك من خلال توافقات حول بعض الأولويات ليس كل الأولويات ولكن هناك بعض الأولويات التي تم مناقشتها الاعتبار بأن هناك تحديات أخرى مطروحة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية فيما يرتبط بالمجال الجيوسياسي وبمجموعة من نقطة التأثر استراتيجي وكذلك مجموعة من الأمور المرتبطة بالمسألة الأمنية وكذلك على مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي نلتمس خيرا من إسبانيا لأن في العقد الثاني ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي وبالتالي أمامها مسؤولية كبيرة وسنرى كيف سيكون هناك تعامل على مستوى العلاقات المغربية الأوروبية وأعتقد بأن إسبانيا ستدفع بشراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن إسبانيا تعلم علم اليقين بأن المغرب هو بوابة نحو القارة الأفريقية هذا الكلام قاله جو بايدن عندما كان نائب رئيس باراك أوباما في زيارة للمملكة المغربية في موراكش وكان قد استقبله جلالة الملك محمد السادس نصره الله ثم كذلك بأن اليوم نتكلم عن محاور استراتيجية تتأسس هناك سياق دولية تسم بنوع يضغط بشكل كبير على بعض المرتكزات الأساسية للدول الأوروبية الصراع الروسي الأوكراني ثم كذلك الصراع الأمريكي الصيني والصراع كذلك حتى الأمريكي على مستوى مع بعض الدول الأوروبية التي تحاول الخروج من ضلة حلف شمال أطلسي وبالتالي اليوم إسبانيا لم تأتي لعيو جمال المغاربة ولكن هناك برغماتية في خلق استراتيجية تواصلية مبنية على الثقة مبنية كما قال جلالة الملك على الطموح وعلى الشفافية خاصة في مجموعة من الملفات المرتبطة بالمصالح الاستراتيجية المملكة المغربية خاصة من الوحدة الترابية وكذلك خاصة بالمجال السيادة المغربية في مجموعة من الأمور المرتبطة بجغرافية المغربية واليوم أعتقد بأن هذه العلاقات هي علاقات مهمة كذلك بالنسبة لالتحاد أوروبي لأننا عندما نتكلم إسبانيا صحيح إذا أرادت أن تذهب إلى إفريق يجب أن تمر عبر الرباط ولكن لكي نصل إلى أوروبا لا بد أن نمر عبر بادريد وبالتالي هذه الشراكة المتميزة هي شراكة مهمة بالنسبة للمملكة المغربية على اعتبار بأن اليوم إسبانيا هي الشركة الأول التجاري وكذلك لا على المستوى في إسمار هناك أكثر من 800 شركة إسبانيا في المغرب وبالتالي أعتقد بأن على المستوى الاستراتيجي هناك حاجة ماسة للمغرب من طرف الدول الأوروبية لمعالج مجموعة من الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجي نتكلم مثلا عن الهجرة الغير الشرعية نتكلم كذلك عن مسألة الأمن ومحاربة الإرهاب نتكلم على مجموعة كذلك من مسألة تبييض الأموال وغسل الأموال على مستوى الدول الأوروبية وسنتطرق إلى هذا الموضوع وبالتالي أعتقد بأن اليوم هذه الشراكة تفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية وتؤسس لسرعة يمكن الرفع من مستوياتها ومن منسوبها في الأشهر والسنوات القادمة صحيح ولكن أيضا المغرب اليوم هو بدوره إن كانت إسبانيا مثلا في حالة الانغسام التي يعيش لتحد الأوروبي تبحث عن الذات من خلال إشار تقليدي وعمق استراتيجي لها عبر طي لمجموعة من الملفات التي كانت محطا قسامات سياسية داخل إسبانيا ولتزال ربما إلى يوم من هذا ولكن إسبانيا من حقها أن تبحث عن شركاء جديين لا شركاء يذهبون إلى الابتزاز في الغاز ويلغون معاهدة الصداقة التي بنيت على إرث كان لوعا ما صعب بناء على أزمة جزيرة ليلى واستغلال الفرصة نقول الجر الجزائر مثلا ولكن المغرب شريك موثوق به والمغرب تغير ويتغير أستاذ أقارطيط بمعنى آخر اليوم صرع على الأمن الغذائي أنا لدي من أكبر الشركات التي اليوم تؤمن غذاء العالم المكتب الشريف للفوسفات بتكنولوجيا حديثة متطورة والمنتج الأول للأسمد عبر العالم ويسير لعاب الأمريكان كما يسير لعاب مجموعة من الدول العالمية إسبانيا تريد ذلك في قطاعها الفلاحي لدينا أيضا مخططات لدينا كما قال السيد رئيس الحكومة في كلمته لثاق الاستثمار التي يتيح فرصها إلى المستثمر الأجنبي وإسبانيا صحيح كما تفضل الدكتور الروداني أكثر من ألف شركة تقريبا ولكن 20 ألف شركة إسبانية تتعامل مع نظراتها المغربية هذا رقم هام وهم جدا حين نتحدث عن الشراكة الاقتصادية هذا شق فيه تاريخ طويل بالنسبة للمغرب وإسبانيا ولكن أيضا يأتون لمملكة فيها نموذج تنموي فيها مجموعة من التغييرات التي قد يكون موطق قدم للإسباني فيها من أجل يعني تعزيز هذه الشراكة ولكن في نفس الوقت وفقا لمنطق رابح رابح الأمور الواعدة التي تتيح المملكة المغربية لإسبانيا تؤكد أن هذه العودة لم تكن من فراغ أستاذ قارطي كما قلت في الطبيعة تخشى الفراغ من قدر المملكة الإسبانية والمملكة المغربية أن تضبط الجغرافية المتألة التي تتواجد فيها الدولة نتحدث عن البحر الأبيض المتوسط والتحديات المرتبطة به نعرف على أن كما يقال دائما أن البحر الأبيض المتوسط سيكون في قلب النزاعات الدولية خلال القرن الواحد العشرين على اعتبر أنه يشكل الخزان الثالث للغاز وبعدما كان القرن العشرين كان الشرق الأوسط في قلب الجغرافية السياسية العالمية وكان هناك أكثر من 24 حرب حول مصادير الغاز تماما الشرق المتوسط أو البحر الأبيض المتوسط بشكل عام هو في القرن العشرين سيكون مركز التقل للنزاعات الدولية وأعتقد أن الحرب الروسية والأوكرانية لا تخرج عن هذا الإطار وبالتالي المملكة المغربية التي أقول دائما أنها راكمت عناصر القوة وينبغي بطبيعة الحال ترجمت هذا الفائد من القوة فيما يتعلق بالوجود بالوجود للمغرب في مشهده الإقليمي ومشهده الدولي هناك إدراك كما قلت الأستاذ نوفل هناك إدراك ووعي لدى الإسبان بأن المملكة المغربية تتميز إن على المستوى البناء المؤسساتي والديمقراطي بكونها تتمهى مع النظام الأوروبي ومع التقافة الأوروبية ومع التاريخ الأوروبي منطقة الجغرافية الجغرافية كما قلت التي تجمعنا الجغرافية هي تعطي لإسبانيا تموضع مهم فيما يتعلق بالمنطقة ككل وإسبانيا تدرك جيدا كما أشار إلى ذلك الأستاذ الشرقوي أن إسبانيا تدرك جيدا التنقضات الآن التي تعتميل داخل أوروبا وتدرك على أن المستقبل مستقبل الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الإسباني هو مرتبط بما توفره البيئة التي تتواجد فيها ونحن نتحدث الآن على أن كما قلت أن المغرب أصبح يشكل نقطة ارتكاز مهمة فيما يتعلق بالتموضع على المستوى الإفريقي وأكثر من ذلك العالمي والعالمي تماما المغرب في الأمن الغذائي العالمي فأقول أنا اليوم أريد أن أركز على مراكز القوة التي يطرحها المغرب في هذه الاتفاقيات أكثر من 20 اتفاقية في هذه الطاقات المتجددة لذلك دولة مقبلة على مراكز تحلية المياه مثلا التي ستكون وهدمت في مجال الفلاحي والزراعي وأنت دولة شريكة لإسبانيا حتى على المستوى الفلاحي والمنتجات الفلاحية والاتحاد الأوروبي ككل وأكثر من ذلك العبور إلى الاستراتيجية العبور إلى هذا البعد الاستراتيجية تطلب بطبيعة الحال تحصين المكتسبات التاريخية التي روكمت خلال العشرين سنة سنة الأخيرة نتحدث على أن إسبانيا كانت في المرتبة التانية كشريك للمملكة المغربية ويعتبر المغرب ثالث سوق بالنسبة لإسبانيا بعد بطبيعة الحال البرازيل والصين والمملكة المغربية وهنا أعود لما صرحت به وزيرة الصناعة حين تحدثت على أن سيتم مضاعفة مبلغ 400 مليون الذي كان هو خط الإتمان المخصص إلى إنجاز الاستطبارات على المستوى المغرب ليصبح 880 مليون يورو وهذا بطبيعة الحال يعكس على أن هناك إرادة سياسية لدى حكومة حكومة سانشيز كما قلت لتحصين ما تمت مراكمته خلال السنوات الأخيرة هناك رغبة في الانتقال لأن تصبح إسبانيا الشريك التجاري رقم واحد للمملكة المغربية هناك رغبة إسبانيا في دخول الصفقات العمومية على المستوى المملكة المغربية لدخول للمساهمة بطبيعة الحال فيما أصبح يسمى على المستوى الاقتصاد العالمي بالمحاور خصوصا البعد الأطلسي لأن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية صحيح هناك تواجد على المستوى منطقة البحر الأبيض المصوص بكل ما تحميله بطبيعة الحال من وعود لكن في نفسي الآن هناك توجه عالمي نحو الشركات الأطلسية وهذا ما يوفره الجغرافية للبلدين قبل أن نذهب لفاصل كلمة كانت هامة جدا لبيدرو سانشيز بأن ما سيتم اتخاذه من قرارات يهم مصالح البلدين سيكون بالحوار وليس بفرط سياسة الأمر الواقع كيف تقرأ هذا الصريح؟ أعتقد بأن وراء هذا الخطاب هناك إشارة حتى ما تعيش إسبانيا فيما كان مع الجزائر على اعتبار بأن الجزائر عندما كان هناك عندما اعترفت إسبانيا وخاصة بموقفها السياسي الكبير بما يخص لوحدة التورا من المملكة المغربية لاحظنا بأن الجزائر فرضت أمر واقع بشكل كبير على إسبانيا وقطعت الأنبوب الغاز المر من المغرب وتبادل التجاري وتبادل التجاري وضعت سفن في الموانئ وبالتالي كانت هناك رسائل إلى الجيران على اعتبار بأن العقيدة السياسية اليوم في إسبانيا ستبنى على ثلاث محاور علاقة جيدة ومهمة ومتقدمة مع المملكة المغربية ومحاولة يعني الحفاظ على توازن مع العلاقة مع الجزائر ثم كذلك دفع إسبانيا بالتواجد بشكل كبير في داخل حلف شمال الأطلسي من خلال العلاقة كذلك قوية وعودة ما يسمى بلاكاري رادي أندياس يعني عودة إلى شراكة استراتيجية مع أمريكا اللاتينية والوصول إلى المحيط الهيندي لهادي وأعتقد بأن هنا لا بد من القول بأن عندما يتكلم الإسبانيون بهذا المنطق لا بد أنا أعتقد أن هناك استدراك استراتيجي من طرف الرؤية الاستراتيجية لإسبانيا في تعاملها الجديد مع المملكة المغربية على اعتبار بأن اليوم هناك تحالفات استراتيجية الرباط لها موقع مهم في علاقات جنوب جنوب وفي علاقات شامل جنوب الرباط لها كذلك شراكات مهمة مع واشنطن ومع لوندن وهذا ربما سيكون أيضا في صلب اهتماماتنا في الجزء الثاني لأن إن كانت هناك أبعاد اقتصادية لهذه اللجنة المشتركة ولكن هناك أبعاد سياسية نبل أكثر من ذلك سيروداني هناك أبعاد ثقافية المغرب إسباني لدي أقدم بعد ثقافية في التاريخ تتواجد في المملكة المغربية وهذا غيض من فيض لشراكة تتجاوز كما قلنا ما هو اقتصادي لتصل إلى القيم المشتركة وأيضا إلى جوار تاريخي كان فيه مجموعة من البصمات التي لا تمحى من الذاكرة الإنسانية وليس فقط ذاكرة المغربة والإسبان شكرا لك أستاذ الحسن أقار طيط الخبير بحث العلاقات الدولية شكرا لك أيضا أستاذ الشرق وروداني وأنت خبير في السياسات الأمنية وأيضا الجيوستراتيجية والشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لختام الجزء الأول من ملف خاص نرحل وإياكم إلى استوديوهاتنا المركزية في طنجة لمتابعة باقي فقرات هذه الفترة الإخبارية المسائية مع زميلة مريم تسوري ونعود من ألقاكم في تمام السابع ونصف لا تذهبوا بعيدا إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام نحييكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص وفيه نعارج على اختتام أشغال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في العاصمة الرباط ما بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية وتوجى بإعلان مشترك فيما بينهما تضمن مجموعة من الاتفاقيات وأيضا من الرؤى المستقبلية للعلاقة ما بين مدريد والرباط في إطار شراكة رابح رابح ولكن أيضا في إطار علاقة استراتيجية تجمع الجارين على حوض المتوسط بيحضر معي كما كان عليه الحال في الجزء الأول الدكتور لحسن أقار تيد الخبير والبحث في العلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك كما يسعدون أن أرحب أيضا بالدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في سياسة الأمني وأيضا الجيوستراتيجية أهلا ومرحبا بك جيد سعيد بالتوجد معك أهلا ومرحبا بكما إذن تكلل هذا اللقاء رفيع المستوى باتفاقيات النعام واختتم بندوة صحفية جمعت سيد رئيس الحكومة عزيز أخ النوش بنظره الإسباني بيدرو سانشيز وأيضا في طيات ما تم الحديث عنه تلك الرعاية الملكية السامية التي تعنى بالعلاقة المغربية الإسبانية والتي كانت في خارطة الطريق في أبريل الماضي ولكن أيضا كانت حتى قبل اجتماعات رفعات المستوى من بين الوفدين الإسباني والمغربي والحديث أيضا عن تلك المكالمة الهاتفية اللي دامت أكثر من نصف ساعة في جو يعني مليء بالتفاؤل ولكن أيضا بوضع الاستراتيجيات الواضحة للعلاقة التي تريدها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس مع القيادة الإسبانية من أجل المستقبل وهما تحدث عنه سانشيز بإسهاب وتحدث عن الرعاية الملكية السامية هذه العلاقة بالإضافة إلى أيضا الزيارة المرتقبة التي ستكون في القريب العاجل بلقاء يجمع العهل المغربي برئيس الوزراء الإسباني لتمتيل كل ما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات رفعات المستوى قيادة المملكة حين تقرر أن تسير في درب من أجل ازدهار وطموح ووضوح وعلاقات جدية واستراتيجية لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني أعتقد بأنه لا يوجد أكثر من ذلك من أجل تمتيل هذه العلاقة وأن تكون بالفعل استراتيجية بكل ما تحمل الكلام من معناه أستاذ شرقاوي أعتقد بأن جلالة الملك محمد الثالث نصاره الله في خطاب العرش أكد على أهمية العلاقات المغربية لإسبانيا بل أستطيع أن أقول بأن بخطاب جلالة الملك أسس جلالته لمحددات جديدة في جو سياسية المغرب في تعامله مع دول الجوار خاصة الجار الغربي وهي إسبانيا وبالتالي أعتقد أن هذا الاهتمام الكبير لجلالة الملك في انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى وما بين المملكة المغربية وإسبانيا ما رده إلى أهمية رؤية جلالة الملك في تتبيت علاقات استراتيجية نعم مع إسبانيا ولكن كذلك حتى مع دول الاتحاد الأوروبي على الاعتبار أن إسبانيا تلعب دور كبير ومهم جدا على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى سياسة الجوار أو حتى كذلك سياسات الأورو المتوسطية وبالتالي أعتقد بأن الاهتمام الملكي هو اهتمام له بعد استراتيجي على أهمية كذلك الرؤية التي رأى بها الوفد الإسباني مكالمة جلالة الملك لأنه كان هناك ارتياح كبير من طرف الوفد الإسباني مكالمة جلالة الملك بل أكثر من ذلك أعطت الثقة وأعطت زخم كبير في مصداقية يعني العمل المشترك المستقبلي على اعتبار بأن جلالة الملك دعا رئيس الحكومة سانشيز إلى المغرب من أجل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية لتكون في قلب التوجهات أو ما قد أسميه بإن كونفيرجانس ذو بريفيرانس أو ما يسمى بتقارب الأولويات الاستراتيجية ما بين الرباط وما بين مادريد وبالتالي أعتقد اليوم أمام هذا الاجتماع رفع المستوى بين الدولتين هناك صفحة جديدة هناك كذلك تعاون مستقبلي دو أبعاد استراتيجية لن مستفقة مادريد والرباط ولكن المجال الجيوس السياسي لنقاط تأثير استراتيجي على منطقة مثلا غرب إفريقيا حيث أن اليوم هناك توجهات استراتيجية على اعتبار المملكة المغربية وإسبانيا سيساهمان في تمويل الصندوق المغربي الاستثمارات الاستراتيجية من أجل الدفع بمجموعة من الأمور المرتبطة بتنمية داخل القارة الإفريقية ثم كذلك على مساوى المسائل المرتبطة بأهمية خلق محور استراتيجي مادريد الرباط الذي أصبح الآن هذا الاجتماع يعني يظهر أن هناك بوادر تشكل لمحددات استراتيجية في قوة العلاقات المغربية الإسبانية وهما يفسر مجموعة من الاتفاقيات التي أيضا تؤكد على عمل متعدد الأطراف يتعدى حتى الشراكة الثنائية ليصل لحوض البحر المتوسط ليصل أيضا إلى الاتحاد الأوروبي في ذات الإطار أستاذ الحسن ماذا يمثل لك اليوم هذه الرعاية الملكية السامية لشراكة استراتيجية والحرص على أن يكون هناك بالفعل تقدم إلى الأمام بناءا على مخرجات خارطة الطريق الموقعة في السابع من أبريل والتي كانت أيضا هي الأخرى بإشراف شخصي من الملك محمد السابس في نظري وكما أشار إلى ذلك الأستاذ الشرقاوي على أن محور مدريد الرباط هو محور كما قلت يساهم في أعادة تشكيل المشهد الجيوسي على المستوى المنطقة في نظري المكالمة الهاتفية هي مهمة جدا وهي بطبيعة الحال تأتي بعد إعلان صاحب الجلال على المستوى الخطابات الأخيرة بأن مسألة أو قضية العلاقة المغربية الإسبانية هي تشكل أولوية بالنسبة للمملكة المغربية وبأن وكما تابع شخصيا الأزمة مع إسبانيا يتابع شخصيا تطوير الانفراجة وتطوير هذه العلاقة ودفع هذه العلاقة إلى أن تأخذ هذا البعد هذا البعد الستراتيجي لأن كما قلنا في البداية لأن هناك إدراك ووعي لدى الإسبان ولدعي ولدى المملكة المغربية بأن هاتين الدولتين وبأن الإسبان والمغرب هم السياد هذه المنطقة بكل ما تحملهم الكلمة من المعنى نتحدث عن الجغرافية ليس فقط عن الجغرافية السياسية للبحر الأبيض المتوسط نتحدث عن الجغرافية السياسية للمضيق وتعرفون على أن هناك في العالم أن الدول التي تقع على المضيق هي الدول التي ينبغي أن تتحكم في قرار الأمني في القرار العسكري في القرار الاقتصادي هذه الدول بمعنى ينبغي أن تربطها هذه العلاقة الاستراتيجية المهمة وبالتالي في نظر إسبانيا والمملكة المغربية تدركان على أن تدركان عناصر القوة التي تمتلكها الدولتان إن على المستوى الأمني إن على المستوى الاستخباراتي إن على المستوى الاقتصادي وأعتقد على أن كما أصبح المغرب الآن شريك أساسي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشاريع القبرى سواء ما يتعلق بمحاربة الهجرة غير المتظيمة سواء ما يتعلق بمحاربة الإرهاب ففي نظري أن الرعاية الملكية لهذه الشركة وهذه المكالمة الهاتفية هي دفع مهم هي دفع مهم جدا لتطوير هذه العلاقة إلى المستوى الاستراتيجي لذلك على المستوى الشكل هذا اللقاء هذا الحضور الوازن للوفد الإسباني وزير الداخلية وزير الخارجية وزيرة الصناعة مجموعة من الوزراء بالإضافة إلى رجال الأعمال نحن أمام صفقات ضخمة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية فيما يتعلق بالاستطمارات في نظري هناك على المستوى الإسباني هناك الآن وعي وإدراك على أن مستقبل هذه العلاقة ينبغي أن ينتقل إلى مرحلة جديدة هذه المرحلة ستنهي أي أزمة سياسية يمكن أن تتشكل ستجعل من موضوع شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية موقف الدولة العميقة الإسبانية وبالتالي أي حكومات قادمة ستجد على أن شبكة العلاقات التي بنتها إسبانيا مع المملكة المغربية فيهم مصلحة حيوية للشعب الإسباني وفيهم مصلحة حيوية لأوروبا وأعتقد أن سمحت الأستاذ نوفل على أن البيان الختامي مهم جدا لناحية أنه يؤكد على أن المملكة على أن البلدين هما مهتمين جدا بتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ونحن نعرف على أن إسبانيا ستكون رئيسة الاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال هذا سيشكل نقلة نوعية للعلاقة ومعنك تحدثت عن البيان الذي تل انتهاء الأشغال الخاصة بالاجتماع رفع المستوى أريد أن أذهب إلى البعد الدبلوماسي والاستراتيجي وكما قلنا قبل قليل بأن الاتفاقيات والشراكة الاستراتيجية لإسبانيا مع المغرب تتعدى الجغرافيا وحين نتحدث عن ذلك يؤكد البيان أن الحكومتان متمسكتان بالحفاظ على العلاقة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي الوضعية المتقدمة للمملكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي ويعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد أيضا تتعاون إسبانيا والمغرب بشكل نشيط من أجل النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادية وللبرامج الاقتصادية ونحن قلنا أن الشراكات ذات بعد مستقبلي واستراتيجي في الطاقة في الاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الاستراتيجي مواكبة تسريع الانتقال الأخضر تطوير انظمة الحماية الاجتماعية مساهمة المغرب في برنامج البحث أفاق أوروبا بالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة والمبادرة المغربية الجيل الأخضر التي تعنى بالقطاع الفلاحي هذه أمور قلنا بأن المغرب قدم قاعدة انطلاق جديدة عبر أوراشي عبر ميثاق استثماره عبر نموذج التنموي الجديد عبر المبادرات التي كانت من الجيل الأخضر إلى المغرب الأخضر إلى غير ذلك التي تشمل مجموعة من القطاعات التي تجد إسبانيا نفسها فيها مع الرباط لا بد من اليوم عندما نتكلم عن الشق الدبلوماسي والاستراتيجي في إطار نقاش كذلك حول مرتكزات العلاقات الاستراتيجية ما بين المغرب وإسبانيا لا بد من التذكير بأن اليوم إسبانيا تعي بشكل كبير أهمية الدور الذي يلعبه جلالة المريك في تثبيت الأمر والاستقرار ليس في منطقة غرب حوض البحر شرق يعني جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن على مستوى القارة الإفريقية باعتبار أن المغرب منذ عودته للإطار المؤسسة إلى الاتحاد الإفريقي لعب أدوار كبيرة في تثبيت الأمر والاستقرار وكذلك في مسألة التنمية لا ننسى بأن المغرب هو أول دولة مستثمرة في دول غرب إفريقية وتاني دولة مستثمرة داخل القارة الإفريقية وبالتالي هناك تفاعل يعني من جين جديد في العلاقات الاستراتيجية ما بين الرباط ومدريد على اعتبار أننا لن يكون هناك فقط التعامل على مسؤول علاقات الميس والعلاقات التنائية ولكن سنصل إلى علاقات متعددة الأطراف على اعتبار بأن إسبانيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما قال سي الحسن بأنها سترأس في الرؤية في النصف التالي من 2023 مجلس الاتحاد الأوروبي وبالتالي هناك قدرة على تعزيز يعني الشراكة المتقدمة والوضع المتقدم للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي على مستوى منظمة الأمن والتعاون الدولي بأوروبا المغرب يلعب دور كبير كذلك إلى جانب إسبانيا على الاعتبار بأن هناك مطالبة كذلك بأن تكون هناك رؤية استراتيجية على الاعتبار بأن الضفة الجنوبية تعرف تحديات على المستوى الأمن وعلى المستوى كذلك الاستقرار نعرف الوضع في ليبيا نعرف الوضع في دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء ثم كذلك أهمية بمكان بأن المغرب وإسبانيا لعبان أدوار طلائعية في الاتحاد من أجل المتوسط الذي هو أساسه ومسلسل برشلونة وبالتالي أعتقد اليوم بأن حتى كذلك في الحوار المتوسط 5 زائد 5 المغرب وإسبانيا لعبان أدوار كبيرة على مستوى ترتيب مجموعة من الأولويات ذات الاهتمام الكبير على المستوى الاتحاد الأوروبي وهنا أتكلم عن المسألة الأمنية وبالتالي أعتقد بأن كذلك المغرب هو عوض ملاحظ في الحوار الإبيري الأمريكي كذلك المغرب يعني بحكم أنه يعني حليف استراتيجي لحلف الشمال الأطلسي وإسبانيا دولة محورية داخل هذا التحالف الاستراتيجي الأطلسي أعتقد كل هذه العوامل مهمة جدا في صياغة يعني خارطة استراتيجية جديدة الرباط ومدريد من تفعيل محددات قوة جديدة لهذا المحور الاستراتيجي على مستوى الضفة الغربي والضفة الجنوبية للمتوسط زيادة على ذلك لا بد من الإقرار كما جاء يعني في تدخل السلح سنة يعني هناك المجال الجيوسياسي للحوض البحر الأبيض المتوسط يعرف مجموعة من التحديات الكبيرة وبالتالي اهتمام جلالة الملك بهذا الاجتماع رفيع المستوى ما بين الحكومتين هو إيمان من جلالة الملك بأهمية شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد وأهمية شراكة استراتيجية لهذه الدولتين لهذه المملكتين في لعب أدوار كبرى على مستوى محور أوروبا إفريقيا إسبانيا دولة محورية على مستوى الاتحاد الأوروبي على مستوى كذلك سياسة متعددة الأطراف داخل الاتحاد في مجموعة العشرين ثم في مجموعة العشرين ثم كذلك في الناتو وكذلك المغرب دولة محورية في معادلة جنوب جنوب وفي معادلة شمال جنوب تصل إلى المجال الجيوسياسي دول الاهتمام الكبير بالنسبة للعاقيدة القومية الإسبانية وهي أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط دون أن ننسى أن اليوم الرباط وخاصة ترأو جلالة الملك للجنة القدس والدور الكبير في ترتيب الأولويات الأمنية داخل هذه المنطقة على اعتبار العلاقات المتميزة للمملكة المغربية مع دولة فلسطين ومع دولة إسرائيل ستمكن الرباط من يعني الوجود في الصفوف الأولى من أجل بلورة استراتيجية بأجل السلاب والاستقرار في هذا البلف الذي أصبح يعني أهمية استراتيجية بالنسبة لمدريد جميل وأيضا قلنا بأن هذه القمة تأخذ طابع استراتيجي نعم وطابع اقتصادي في الاجتماعات بالنظر إلى القطاعات الحاضرة بمجموعة من الوزراء سواء من الوفد المغرب أو الوفد الإسباني ولكن لم تغلب عنها المسلمات التي تم توقعها في خارطة الطريق أمام أنظار العهل المغربي الملك محمد السادس وبحضور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الصحراء أستاذ الحسن اليوم بخصوص قضية الصحراء تجدد إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 من أبريل عقب اللقاء بين صاحب الجلال الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وفيه الحكم الذاتي مقترح جدي واقعي متوافق بشأنه تؤيد إسبانيا كحل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية تجديد وتأكيد يؤكد بأن خارطة الطريق تسير في كل مساراتها أمنية بخصوص قضايا آنية كالهجرة بخصوص قضايا اقتصادية لتفعيل الشراكات ولكن أيضا في أمور لها مواقف ثابتة للحكومة الإسبانية ولدولة إسبانيا ككل ومؤسساتها في قضية مركزية للمملكة المغربية كذلك في هذه المسألة أود القول على أن حكومة سانشيز ترغب في أن يتحول الموقف من قضية صحراء كقضية من قضية صحراء موقف للدولة العميقة الإسبانية لناحية أن يصبح التابت أو البرادجم الأساسي للديبلوماسية الإسبانية كيفما كان لون اللون السياسي للتشكيلة للتشكيلة الحكومية القادمة للحكومة القادمة سيظل هذا الموقف تابت كما قلت في السياسة الخارجية للمملكة الإسبانية وتدرك إسبانيا بل أكثر من ذلك لعبة تدور كبير الآن موقفها استدارتها إعادة تموضعها فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء اجتهمت من خلاله إسبانيا في أن تجعل من مبادرة الحكم الداتي قلب الشرعية الدولية من خلال دعم المبادرة من خلال دعم التصويت داخل مجلس الأمن على القرار 26-54 من خلال الطريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية خلال تدول ملف قضية الصحراء داخل مجلس الأمن تتمتع المملكة الإسبانية تتمتع المملكة الإسبانية بنفوذ كبير جدا على المستوى أمريكا اللاتينية تتمتع المملكة الإسبانية بنفوذ كبير على المستوى الاتحاد الأوروبي بل أكثر من ذلك على المستوى الاتحاد الأوروبي كانت إسبانيا هي القاطرة في كل ما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء الاستدارة التاريخية لإسبانيا فيما يتعلق بهذا الميلف على اعتبار أنها تشكل الخلفية التاريخية وعلى اعتبار أنها تدرك وملمة جدا بحيتيات هذه الميزة صاحبة الأرشيف طبيعي جدا لذلك هذا الموقف الإسباني من خلاله تريد إسبانيا أن تنهي فصل كامل من عرقلة العلاقات المغربية الإسبانية الفصل كامل كان عنوانه تسليم المنطقة ككل وبالتالي هي معنية بطي هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء لأن كما يقال تداعيته على الأمن وعلى السيادة وعلى الجغرافية السياسية في هذه المنطقة مهمة جدا وبالتالي حالة هذا الميلف هو أولوية الآن جميل من بين الحضور أيضا قرالدي مارلاسكا وهو وزير الداخلية الإسباني الذي يحضر مع بيدرو سانشيس في الوحيد المرافق له كانت كاتبة الدولة مديرة المركز الوطني لاستخبارات بالمملكة الإسبانية حاضرة المغرب يربط اتفاقي التعاون في مكافحة الجريبة ويعني 18 مجالا من الجرائم حدثوا لا حرج البيان يشير إلى المملكة اليوم التي بالفعل تقوم بدور طلائعي في مجال مكافحة الهجرة في مجال مكافحة الإرهاب والأرقام والدلائل تدل ليس ببعيد تم تفكيك خلية بعمل أمني مشترك ما بين المملكة المغربية وإسبانيا في ألميريا وفي المغرب في المغرب فهذا عمل صحيح لا جانب اقتصادي فيه ولكنه أيضا هو ركيز أساسي للعلاقات الثنائية ما بين البلدان والمغرب أثبت على أنه رائد في هذا المجال وبالتالي سيكون حقل خصب للتعامل والتعاون الإسباني المغربي صحيح الأستاذ نوفل فقط دعني أعود إلى نقطة مهمة جدا جاءت في البيان المشترك هو أن إسبانيا تتمن وتدعم البرنامج تلموي الجديد للمملكة المغربية وبالتالي ضمن تدعم البرنامج تنويل الأقاليم الجنوبية وهذا مهم جدا على اعتبار بأن الآن إسبانيا موقفها أصبح واضح وضوح الشمس من مغربية الصحراء وكذلك حتى من رؤية جلالة الملك في تطوير هذه الأقاليم الجنوبية لتيكون محور استراتيجية تحرك في الزمان والمكان نحو تطوير القارة الإفريقية مثل اتفاقات التجارية الموقعة هل يمكن أن يمر ملايين عبر عملية مرحبة عربات وأشخاص وانتقال اليوم في اتفاق انتقال السلس للبضائع والأشخاص والبضائع تشمل الأقاليم الجنوبية التي تتمنها وبالتالي كان موقف إسبانيا من عملية القرقارات كان موقفا واضحا على اعتبار بأن ميليشيات البوليزاريو كانت تحاول كسر هذا المحور كهذا الطريق الاستراتيجي وهذا الممر الاستراتيجي للدول الأوروبية ليس فقط للتجارة المغربية نحو دول غرب إفريقيا ولكن هو ممر حيوي ودو أهمية استراتيجية بالنسبة للدول الأوروبية فيما يخص الشق الأمني هو شق مهم ودو أبعاد استراتيجية كبيرة على اعتبار بأن أولويات الاتحاد الأوروبي وكذلك تكلفة سياسية للمسألة الأمنية خاصة عندما نتحدث عن ضربة إرهابية أو مسألة قد ربما تكون لها تكلفة سياسية على مستوى القرار داخل دول أوروبية وداخل إسبانيا وبالتالي اليوم المملكة المغربية بنبوذجها المتجدد والمتفوق وكذلك القاوي على مستوى مكافحة الإرهاب هي دولة أصبحت محورية في هذا المجال ليس فقط على المسألة المجال الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط ولكن على مستوى القارة الإفريقية الاعتبار اليوم المملكة المغربية هي دولة أسمتها المتدى الدولي لمحاربة الإرهاب بمعي دولة كندا المغربية يعني في الرباط هناك المركز أمم المتحدة لمحاربة الإرهاب داخل القارة الإفريقية وبالتالي هناك ردرة استشرافية قوية ما بين الرباط وإسبانيا لمعالجة هذه الأوبور وتقوية الشراكة الاستراتيجية في محاربة الإرهاب للوصول إلى الشراكة العملياتية خاصة فيه بخلال يعني يعني بخلال يعني المعلومة وكذلك تبادل المعلومات المرتبطة بالشبكة الإرهابية وكذلك حتى الجريمة المنظمة العابرة للحدود شكرا جزيلا لك أستاذ الشرقاء والرودان الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أيضا شكر موصول لك الخبير والبحث في العلاقات الدولية أستاذ الحسن أقرطيت شكرا لكم معا لكل هذه الإضاءات والتوضيحات لما يخص هذه الصفحة الجديدة وهذا العهد الجديد من العلاقات التي تربط المملكة المغربية الإسبانية لما فيه خير شعبي المملكتين الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة نعود وإياكم الاستوديوهاتنا المركزية في طنجة ولازال هناك في الأخبار والبرامج أيضا بقية عبر الفترة الإخبارية المسائية فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر